بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث لرحمة مهداء يا سادة احنا في أوقات كتيرة و احنا في البدايات و خاصة في بدايات الأعمال و ببدايات الأعوام بنحتاج ان احنا نجلس مع جليس يردنا إلى الحكمة عشان الله سبحانه وتعالى قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا محتاجين ان احنا نكون نرجع للحكمة مرة تانية الحكمة في الحقيقة بتقول ان احنا لازم نجلس مع جليس مهمة في بداية السنة الجليس ده هو ايه محاسبة النفس محاسبة النفس يا سادة كتير من الناس بيتعاملوا معها بطريقة ما تخلهمش يعيشوا مع الله سبحانه وتعالى يبتدوا محاسبة النفس بان هم متصورين ان محاسبة النفس ده تعذبها و جلدها و ان هو يتخلص وينتقم منها من كل اللي عملته فيه طول السنة لكن حقيقة ان محاسبة النفس جاية تحقيقا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملوه وكأن الآية بتقول حاجة غريبة في محاسبة النفس ان الانسان في محاسبة نفسه يبص هو قدم ايه لبكرة وكان محاسبة النفس مش بتوقعنا في اكتر حاجة تجعل الانسان محبط وتجعل الانسان فاشل وهو الاغراق في الماضي لا دي مش محاسبة النفس ان انت تغرق في الماضي لكن محاسبة النفس انك تفكر في الاعمال وايه اللي بيعملك خير ممكن يوصلك الى مرضات الله سبحانه وتعالى وازاي تستثمر الحياة دي عشان بكرة وايه اللي بيعمله الانسان غير كده وبيبعده فيتجنبه في مستقبل حياته يبقى محاسبة النفس بتكشف لنا في اللي فات ايه اللي بحتاج مزيد من التخطيط وتخلينا نخطط لللي جاي عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الامان يبقى عندنا نموزجين حضرة النبي بيقدمننا نموزجين الكيس اللي هو الحكيم الحكيم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت لو على فكرة لو المحاسبة النفسية جلد الزات والمقصود بيها هو ان انت تتقل على نفسك الهم والغم كان اكتفى رسول الله سلم قال الكيس من دان نفسه بس مش هو ده ده الكيس من دان نفسه وعمل الى ما بعد الموت يبقى اصلا انا ادين نفسي لكي اعمل لما بعد الموت يبقى اصدي في المحاسبة عيني في المحاسبة على المستقبل مش انا في المحاسبة لنفسي اغرق في الماضي وده شيء مهم جدا وعشان كده محاسبة للنفس لا فيها تساهل مع نفسي ولا فيها ايضا اغرق في الماضي وعشان كده لازم نفهم اني انا لما بحاسب نفسي انا بحاسب نفسي وعيني على المستقبل واستفدت في ما مضى لكي لا اقع فيه وعشان كده نشتغل اكتر لكن عشان في حاجات كويسة نبني عليها في الماضي والحاجات التانية نشيلها من الطريق من بابي زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال اماطة ادناها ام ادنا شعب الايمان اماطة الازى عن الطريق فاميط الازى عن الطريق ولذلك الزكي الحكيم هو اللي بيدين نفسه لان كل ابن ادم خطاء وهو لما بيجعل نفسه مدين لله سبحانه تعالى بيبقى عارف ان باب ربنا مفتوح وان ربنا سبحانه تعالى ما اغلقش بابه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لما الدين نفسك وتعرف ان نعم ربنا نزد عليك يبقى ايه اللي حاصل انت مشتغل طلطم ولكن انت بتبشر نفسك بان الذي اعطاك عطايا جعلتك مدينة له سبحانه وتعالى هو سيعطيك العطايا في المستقبل فقم واعمل لما بعد الموت يعني خلي عملك كمان مش بس لحياتك ده عملك كمان يفيد ويصل الى ما بعد الموت ويمكن ده احد تجليات قول الله ولا اقسم بالنفس اللوامة ان النفس اللوامة لها دور كبير جدا جدا في تطوير حياتنا مش لها دور كبير جدا جدا في جلدنا وتعذبنا ولذلك الله سبحانه وتعالى لما امرنا وطلب مننا بل الإنسان على نفسه بصيرة ما كانش اقصد ان هو نعذب نفسنا لكن كان مقصده ان مدده سبحانه وتعالى ونظرنا في نفسنا يعمل ايه يهذب نفسنا فالمحاسبة النفس مش المقصود منها ماذا ليس المقصود منها ابدا التعذيب ولكن مقصود منها التهذيب يعني التطوير والتحسين وهو ده اللي ممكن نفهم بيه كلام سيدنا عمر لما قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان تزن عليكم يعني ايه زودوا في اعمالكم الصالحة وخلوا اعمالكم تزيد وتتطور وتتحسن ولذلك اللي حاصم من الاشياء اللي بيحبها ربنا في الاعمال ولابد تكون جزء في دخولنا في مسألة محاسبة النفس ايه احبوا الاعمال الى الله ادوامها وانقل يعني حتى لو قل لكن داوم يعني استمر وفي نفس الوقت ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه اه يبقى يبقى لما نجمع الحديثين مع بعض يبقى ازاي هنداوم ان احنا نحسن يبقى المداومة اهو الله يحب المداومة على الاعمال وانقلت وفي نفس الوقت يحب ماذا اتقان العمل يبقى نجمعهم مع بعض كده يبقى الله يحب مننا ان نطور اعمالنا يبقى اين مقصود من محاسبة النفس ان اطور عملي فالناس اللي بتلوم نفسها نفسها وبتلاقيها بتقرب من ربنا اكتر يبقى ايه بتتحرك اكتر يبقى لومها النفسها دا وتاخدها للامام يبقى تعرف ازاي ان دا دي النفس اللوامة بتعمل على مراد الله او بتعمل على مراد النفس الامارة النفس الامارة ممكن تدخل لك وتقول لك على فكرة انا بلومك وتخليك تتحول الى جلد الازدات ازا وقفت يبقى دا من النفس الامارة بالسوق واذا تقدمت واقبلت على الله يبقى دا من النفس اللوامة اللي بتأخذك والضمير بيشتغل بشكل ايجابي وااخذ بيدك الى الله علشان كده هتلاقي ناس بتشعر ان فات اوان المحاسبة وما يفكروش حسبوا نفسهم ليه لانهم خايفين من المعنى السلب اللي احنا قلنا على المحاسبة اللي هو جلد الزات فيهربوا من محاسبة النفس لكن احنا بنقول المحاسبة عشان نطور وعشان ندخل في قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فنغير ما بأنفسنا عشان نتقدم وعشان كده سيدنا علي كرم الله واجه ويقول الناس ان يم فاذا ماتوا انتبهوا يبقى الكلام ده بمعنى ايه ان الناس فيهم اصناف كتيرة فبعض اصناف الناس يفضلوا عايشين من غير محاسبة لغاية ما يكلموا الموت وعشان كده ربنا حكى حتى اذا جاء احدهم الموت قال يا رب رجعون لعلي اعملوا صالحا فيما تركت فإلا حاصل فاء لما يجي الموت لكن لا احنا من الاول خالص عايزين نبتدي وعشان كده فاكرين دعوت سيدنا يونس لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ده نوع من انواع وشكل من اشكال محاسبة النفس فوعرف انه ظلم نفسه لما ترك اهله مغاضبا واستقر في بطن الحوت فاعترف لربنا بده وندم فكانت البشرة من رب العالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ايه اللي حصل الله سبحانه وتعالى عمله كل هذا العطايا كشف عنه الغم ونجاه وجعله كمان ايه من المحسنين ها عطايا كتير حصلت لما هو طور من لماذا لما هو ازداد قرب من الله سبحانه وتعالى وعارفين ليه محاسبة النفس منجية يعني محاسبة النفس هتلاقي سيدنا الامام الغزالي ذكرها في المنجيات ليه في المنجيات لان محاسبة النفس احد الامور اللي بتساعد على التسكية تسكية النفس الامارة بالسوق وربنا سبحانه على قلنا قد افلح من زكاه فطريق الفلاح يبدأ بمحاسبة النفس لانه بيفتح لنا لما عاهد ربنا عاهد ربنا على ايه على ترك ما لا يرضي اللي بعرفه منين عرفه منين عرفه من محاسبة النفس وعشان كده ربنا بيقول لنا وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى كَإِنُّ لَمَّا نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى أَوَاهُوا اللَّهُ سُبْحَانَهَا تَعَالَ فدخل في جنة المأوى ونزيك من اكتر الحاجات اللي بتعيننا على محاسبة النفس إنك تسلم نفسك لله وتظن إن ربك لن يتركك أبدا ولا تظن بربك إلا الحسنة لإن ربنا أعلم بك وبنفسك وعشان كده الله سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ خَلَقَ لَنْإِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فتخيل الأقرب إلى نفسك من حبل الوريد مش هيكون معاك هيكون معاك في كل طرفة عين علشان كده دايما بفكر الناس وأقول لهم الباقي معك ما ودعك الباقي معك ما ودعك وآخر حاجة احنا محتاجين وإحنا بنحاسب نفسنا عليها وإحنا بنحاسب نفسنا نرعيها إن مجاهدة النفس بتعمل إيه بتخلينا مع ربنا سبحانه وتعالى حسين بمدده حسين بوعده هو ربنا وعد اللي بيجاهد نفسه بحاجة آه ربنا وعده إنه هو هيرشده وياخد بإيده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين يعني إيه؟ يعني إذا هو جاهد الله يكون معاه ومش هيتركه أبدا فيه شوية إجراءات كده هتزود محاسبتنا للنفس أول حاجة أول إجراء لازم نعمله إن إحنا ما نخافش من محاسبة النفس ونحاسب نفسنا ويبقى العائد علينا من محاسبة نفسنا والافتقار إلى الله النتيجة اللي أنت تقيس نفسك وإنت حسبت نفسك وإن أنت تشعر بالافتقار إلى الله تقول لربنا إيه؟ يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني ولا تتركني لي ليه لا تتركني لي؟ ما أنا ما أنا عرفت حسبت نفسه وعرفت إن نفسي طيعتني يبقى أنا محتاج إن أنا إيه؟ لا تتركني لي يبقى أول حاجة الافتقار ونعرف الافتقار إزاي؟ إيه المردود اللي ييجي عليك لما تتقن محاسبة النفس الافتقار ومناجات الله سبحانه وتعالى بأول حاجة تحاسب نفسك وتناجي الله سبحانه وتعالى تاني حاجة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تتوب إلى الله بمعنى تغلق الصفحة وتبدأ صفحة جديدة بعيد عن كل ما كان منك ووعى تستعظم الزمد ووعى كمان تستصغل نظر ربنا إليك ولذلك ما تستعظمش الزمد فالزمد يمنعك من أنك أنت تقبل على الله ولا يبقى عندك أمل لا خلي الأمل عندك جزء من محاسبتك لنفسك أن أنت تحاسب نفسك أن أحد الأشياء اللي وقعتك في المعاصي ووقعتك في كل البلاية اللي أنت فيها أن أنت ما كانش عندك أمل في الله أنه هينتشرك ويخرجك من إيه؟ من كل اللي أنت كنت فيه خلي أملك في الله وتمسك بفضل الله وتمسك بمدد الله وقل يا من وعدتني وقلت لي أليس الله بكاف عبده؟ أسألك أن تكفيني نفسي وأن تأخذ بي إلى طريقك يا رب العالمين خليك دايما مع الله توب وابدأ وابدأ الآن عمل واتبعه بعمل ولا تستجب لنفسك عندما تقول لك بأن الباب قد أغلق بينك وبين الله إذا حسبت نفسك ووضعت نفسك مقصرا فإن الذي سيخرجك من تقصيرك يقول لك عبدي أريدك فهل أنت تريدني فإن كنت تريدني فخذ مددي لكي تقبل عليه يا رب جعلنا على الدوام لا ننقطع أبدا عن ساحتك ونقبل على الدوام واجعل دائما محاسبتنا لنفسنا همة ومددا وبركة تأخذ بأيدينا إليك يا كريم يا ودود يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة وبنخصص لها وقت زي وقت النهاردة كده عشان نجاوب عليها وتفضل هذه الصفحة جسر من النور بيننا وبينكم وإن شاء الله يزداد العمل فيها وخاصة مع العام الجديد وخاصة عن محاسبة النفس اللي احنا بنفتح بيها صفحات جديدة معاكم عشان نفضل على دوام التواصل معاكم دايما أول سؤال وصلنا بيقول أنا زوجتي ضمنت شقة في قرض من غير ما أنا أعرف أعمل إيه مع العلم كل شوية بتوع البنك ييجوا عندي هو المسألة دي أنت بتقول أن هي ضمنت شقة في قرض يعني خلت الشقة لو أنا فاهم سؤال حضرتك بشكل صحيح أن هي خلت الشقة اللي هي موجودة دي ويا لا يمكن تخلي الشقة ضمان في قرض إلا كانت الشقة بإسمها فالشقة اللي هي بإسمها أو أي حاجة خلتها هي أخذت القرض وجعلت الشقة ويبدو أن هي الشقة اللي أنتوا سكننا جعلتها ضمان في الإيه في القرض من غير ما ترجع لك أنا مش شايف أن ده تصرف صحيح لكن ليس معنى أنه هو تصرف مش صحيح أنه هو معصية ليه طيب لأن هي إذا كانت أخذت القرض ده وفي نفس الوقت الشقة شقتها فالتصرف اللي هي عملته ده حلال يعني جعلت ما تملكه رهنا لما اقترضته خلاص ولكن ليس هذا من حسن العشرة يعني ده مش من حسن العشرة هذا ليس صحيح ليه لأنه ليس كل مباح متاح هي مباح لها أنها تتصرف في زمتها المالية المستقلة صح لكن ده يعود عليها بسوق العشرة يعني ده مش من حسن العشرة ليه ونزاك أنت بتقول لي دلوقتي بتقول لي أن فيه ضرر بيقع على الأسرة بأن كل شوية بتوقع البنك ييجو للبيت خلينا أقول لك أنا مقدر ديئك من أن هي عملت حاجة من غير ما ترجع لك فيه وأن البيت عبارة عن مشاركة بينكم وأنتو الاتنين وأن هي حملت نفسها عب كانت لابد أن هي تخططه معاك هو ده الغلط هو ده المخالفة اللي حصلت اللي هي خلفت فيها قواعد العشرة الحسنة فهي خلفت قواعد العشرة الحسنة أنتو لازم تتفقوا مع بعض وخاصة لو كانت حاجة فيها عباء مالية أما أن هي أخداها للقرد ده حرام عليها بضمان الشقة لا ده تصرف من الناحية الشرعية حلال لكن اللي عملته ده جرى عليها ضرر وهو عدم حسن العشرة مع زوجها فالحل هو إيه؟ أن أنت لو عايز تسألني يعني وبصدق وبإخلاص أن أنت تتفق معاها أني ده ما يتكررش وتدعمها مش تفضل مكدرها لأنه خلاص الأمر نفز واللي حصل حصل يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كسرت الصفحة بتاعت السيدة حفصة السؤال ببساطة يعني حضرت النبي كان كل ما يشوفها الطمع يعني حشاء صلى الله عليه وسلم ما عملش كده وكان صلى الله عليه وسلم لا يكسر اللوم فتعمل أنت إيه بقى؟ أنت طبعا حاسس من جوه بغيز وبغل أنا شايف أن الغيز والغل ده مش مناسب مش هيجأة أقول لها أن أنت لما عملت تصرف في زمتك المالية بغير رغوع إلى زوجك ده ما كانش صحيح بمقتضى حسن العشرة وجأة أقول لك أن أنت تفضل تكدرها ويبقى دوت من حسن العشرة لا ده كمان مش من حسن العشرة يبقى لازم نتوازن لازم يبقى متوازنين المتوازن هو إيه؟ خلاص هو عملت ده نتغاضى عنه يبقى أنا بتقول لي أعمل إيه؟ تغاضى عن ده تغاضى عن ده يعني إيه؟ نعود ونتكلم بإني ده ما يتكررش ولو سمحتي أنا ما عنديش مشكلة أن أنت تعملي بعض الأشياء اللي ليه علاقة بزمتك المالية بس تعالي نتكلم مع بعض عشان أنا لو حصل أي حاجة بقى أنا مستعد نفسيا أن أنا أتدخل عشان أساعدك وأخليني في أمانك هو ده التصرف الصحيح مش التصرف الصحيح نقول لها أنت غلطانة وروح يرجع القرد ومعرفش إيه عشان ما تعملش كده ما هي هتخسر والبيت هيخسر وعترجع عباء سيئة على هذا البيت لكن الأساس هو ماذا؟ أنه بدأت تصرفت وتصرفت في ما تملك خليك دعم ليها وما توقفش عن ده ده كتير لأن مسألة الوقوف عندي ما للمرأة من الرجل أظن بتفسد العلاقة كتير بتسيق إلى العلاقة أن هي تقول ده فلوسي وأنا ما عملتش حاجة فإذا كانت دي فلوسي وأنا ما عملتش حاجة فهو ليه يوقف كل الوقوف ده ويبتدي بقى الشيطان يقول لها ده طمعان في فلوسك وعايز بلاش الطريقة دي بلاش نعمل كده ولزيك شوف التوازن في الإقراء هو هنعمل إيه؟ خلاص ببساطة خالص هي تعتزن أن هي ما خططتش معاك وإنت كمان تتغاضى ونرجع تاني متفقين إن ده ما يتكررش مرة تاني يعني إيه اللي ما يتكررش؟ ما يتكررش أن هي تعمل حاجة خاصة بالبيت من غير ما تخططوها مع بعض السؤال التاني بيقول زوجي طلقني مرتين شافة ونطق لفظ الطلاق دون شهود يقع ولا لأ والله ما عرف يعني إيه والله ما عرف إحنا عندنا أي طلاق وساعات الستات ما تفهمنا غلط إن إحنا عندنا تحيز ضد الستات في مسألة أبدا والله إحنا عندنا الطلاق ده لفظ واللفظ ده اللي بيسنوره الزوج وفلذلك إلا حاصل بمسألة بسيطة خالص فلذلك لازم نتحقق من الزوج وذلك اللي يحصل فيما يتعلق بالتوثيق هاي يبقى مهم جدا جدا في مسألة التحقق في مسألة الزوج فلذلك إحنا في مسألة الطلاق بنعمل إيه ببساطة خالص خالص الزوج لابد أن نتحقق مما قاله ليه نتحقق مما قاله لأن لو ما تحققناش مما قاله هيبقى فيه شخص صدر منه الفعل وبنسأل حد تاني أو حد تاني بيكلمنا عن الفعل ده فالطريقة الصحيحة والأسلوب الصحيح إن زوجك يتفضل عشان نتحقق منه عشان نقدر نجاوبه لكن أي شيء بدون التحقق من مسألة التطليق ده مش هيكون فيه أي سبيل إن إحنا نحكم عليه وقع الطلاقة أو ما وقعش فيبقى حضرتك لابد يكون زوج حضرتك موجود عشان نتحقق منه فييجي إما يتصل على المئة وسبعة أو يتصل عشان نتحقق منه إن شاء الله السؤال اللي بعد كده بيقول زوجتي كانت تجري أشعات للأطمئنان بعد أن منى الله سبحانه وتعالى عليها بالشفاء من مرض عضال ونظرت إن جاءت النتائج جيدة أن تزبح عجلا وكانت تنوي أن يكون في مسخة رأسها سؤالي هل يمكن التبرع بثمن العجل إلى مؤسسات خيرية ليتولوا عمليات الزبح والإعداد والتوزيع نيابة عنها حسب بيئة التي إحنا عندنا قاعدة كده في النزر مأخوذة من الوقف إحنا عندنا قاعدة في الوقف بتقول إيه شرط الواقف كنص الشارع في الإلزام كذلك النزر مرهون بما أراده الناذر يعني إيه هي قالت إيه قالت نذر علي لو إن النتائج تطلعت كويسة لا أتبح عجل لو قالت أتبح عجل يبقى لازم تتبح عجل لأن هي اللي شرطت على نفسها أصلاً ما قلت لش عضلك أصل النذر أصلاً في كثير من مداب الفقه النذر أصلاً أصلاً النذر أصلاً بينشأ مكروهاً يعني وكأن الشرع يقول لك لا تنذر إيه بقى تصدق بس ما تعملش نذر فلما تعمل النذر بيتحول إلى صدقة وإيه اللي حاصل وببساطة خالص إن النذر ده اللي تحول إلى صدقة بيبقى واجب فعشان إنت اللي أجبت ده على نفسك بالراعي إنت قلت إيه فهي لو قالت نذر علي لو إن النتائج تلعت صحيحة إن أنا أتبح عجل يبقى لازم تتبح العجل السؤال بقى هل إذا وكلت حد يتبح عنها هيكون تصرف صحيح؟ آه هيكون تصرف صحيح بس لازم يتوكل ولازم هي تتبح إلا إذا كانت هي أصداً أن هي تتبح من نفسها فهينا مش هينفع إن أنت توزع الفلوس يعني تستبدل العجل بفلوس أو تستبدل العجل بلحم لازم يبقى فيه دبح إذا هي شرطت على نفسها ده لكن لو ما شرطتش على نفسها ده وقالت نذر علي لا أوزع لحم لله كده آه لو راح تتديتها لحد ووزع لحم أو هي وزعت لحم خلاص لكن لو شرطت أن هي تتبح لازم يبقى فيه دبح لو شرطت أن هي تتبح يبقى لازم يبقى فيه دبح لأن هي اللي شرطت على نفسها واللي شرطته على نفسها لازم تعمله في سؤالي بعد كده بيقول هل صلاة الفجر على الساعة الثامنة صباحاً تجوز آه في ناس بيحصل عندهم حاجة غلط أنه لو ما صلاش الفجر وصح الساعة الثامنة يأجل صلاة الفجر لليوم اللي بعده لما يصحى صلاة الفجر لا هي صحيح صلاة الفجر كده خرجت عن وقتها لكن هو يعمل ايه آه لا يصلي الوقت يصلي الفجر يصلي الفجر يعني ايه صلاةه ستكون صحيحة يعني لو صلى الفجر الساعة الثامنة صلاةه هتكون صحيحة ويصليها أول ما يصحى يعني صلاة الفجر يصليها أول ما يتيقظ وما يكونش هو متعمد ان هو يترك يعني بالنسبة صحه ان هو ما يكونش متعمد ان هو يترك صلاة الفجر لكن اذا هو استيقظ يصلي الفجر اول ما يستيقظ ما يجليهاش بقى لغاية لا يصلي الفجر اول ما يستيقظ ليه؟ لان هو كده بيصلي الفجر بعد وقتها فلازم يصليها في وقته لازم يصليها صحيح صلاة الفجر اتظل يجوز ان هو يصليها الى وقت صلاة الظهر لكن الوقت وقت الاختيار والوقت اللي يصلي فيه الفجر هو الوقت قبل شروق الشمس طيب خلاص شرقة الشمس واحنا بينا الساعة تمانية خلاص بينا في جزء كبير من الصباح لا يصلي صلاة الفجر اول ما يستيقص يبقى هو يصلي صلاة الفجر اول ما يتيقص ولا يؤجلها ولا يؤخرها ويجوز ساعة صلاة الفجر اه طبعا هيجوز ده بالعكس اول ما يصحى ده واجب عليه ان هو يصليها اول ما يصح يعني واجب عليه ان هو يصليها وما يأخرهاش بعد كده يعني اول ما يصحى يجب عليه ان هو يصلي صلاة الفجر اول ما يصح اذا يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن جليس مهم جدا وخاصة في اوائل السنة عن جليس محاسبة النفس بس لما تكلمنا عليه عن هذا الجليس اللي هو جليس محاسبة النفس تكلمنا عليه واحنا بنكلم عن محاسبة النفس التي ليست معناها جلد الزيت وهي أنت تكلمنا عن محاسبة النفس التي هي فيها فتح لأبواب الإقبال على الله ربنا أمرك أن أنت تحاسب نفسك وأمرك أن أنت تستبصر في حالك وأمرك أن أنت تنظر في الماضي عشان مش عشان تغرأ فيه وتعتبر أن الماضي علامة على أنك انت ضعت لا ده المراد أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى أمدك بالمدد وأن من مدك بهذا المدد فيما سبق هو يفتح لك الأبواب فيما سيقبل ولذلك معنى محاسبة النفس أن تفتح كل أبواب الأمل وأن تقوم لتحسن العمل وأعلم أن الله سبحانه وتعالى معك فالباقي معك ما ودعك والله سبحانه وتعالى لا يمنع عطاءه كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يلا توكل على الله حاسب نفسك وحسن وأقبل على الله وأعلم أن لله سبحانه وتعالى في كل يوم من أيامه نفحات فاستقبل نفحات ربك وتب عما فات وامت الأذى عن طريق وأقبل على الله سبحانه وتعالى بكل أمل وبحسن عمل يفتح عليك الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا كريم أكرمنا بمددك واجعلنا محل نظرك وارزقنا جمال الخلق وجمل حياتنا بمددك يا كريم يا رب العالمين يا كريم الأكرم اشتركوا في القناة